5 مور إيديامز أهلا مقدس جديد من دروس أونلاين أنا أحمد أبو زيد وإن شاء الله النهاردة هنتعلم 5 إيديامز جداد ونعملنا الفيديو اللي هو بتاع 10 إيديامز وكنا شرحنا فيه إيه هم الإيديامز وليه نستخدمهم أو إيه الحاجة اللي تخلينا نستخدمهم ونعرفهم وأتمنى أنك تكون تفرجت عليه ولم كنتش فهتلاقي اللينك في الكاردز هنا أو في ديسكريفشن تحت الفيديو وتلخيصا للحوار الإيديامز هي زي الكنيات أو الاستعارات المكنية في اللغة العربية يعني لما تقول إن فلان لا تطفق ناره يعني ده كناية عن القرم بدلا ما تقول إن شخص كريم فما تقول إن فلان لا تطفق ناره ده كناية عن القرم يعني هو بيتنم ولع نار في جوا بيته وبيعمل للناس أكله وبيعمل للناس شرب فهو رجل كريم لما تقول لواحد فلان لا تطفق ناره كأنك بتقول إن الرجل ده كريم جدا فكذلك برضو في اللغة الإنجليزية في كلام أو في استعارات مكنية أو كنايات المقصود بها مش المعنى اللفظي ولكن المدلول يعني هي لها معنين المعنى القريب والمعنى البعيد لو انت متلغبة تشوف الفيديو اللي فات شرحنا فيه الموضوع باستفادة فعشان ما نطولش وقت الفيديو ده هنخش على طول على الإيديامز معتمدين على انك اتفرجت على الفيديو اللي فات اول إيديام معنا هو سهل جدا اللي هو ترجمتها الحرفية مولود وفي بققك معلقة فضة وعندنا في اللغة العربية حاجة شبيهة لها بالضبط اللي هي مولود وفي بققه معلقة دهب ولكن صعبة جدا الموضوع اللي هو مولود وفي بققه معلقة دهب هي يكنية طبعا عن الغنى والصراء الفاحش في اللغة الإنجليزية مولود وفي بققه معلقة فضة نفس المعنى بنفس المدلول اللي هو ان الرجل ده غاني جدا أو مولود في أسرة ثرية جدا أو اللي هو فاحش الصراء يعني اللي هو مولود وفي بققه معلقة فضة Born with a silver spoon in his mouth لما تشوف مثلا واحد ركب عربية فارهة وهو لسه سنه صغير جدا فتقول He was born with a silver spoon in his mouth يعني هو مولود وفي بققه معلقة فضة تمام ده أول إيديم معنا تاني إيديم معنا To be at the end of one's rope To be at the end of one's rope يعني انك تكون جبت آخرك أو انت بيقلك جزء بسيط جدا وصبرك ينفد وتنفعل ونفترض ان الصبر بتاعك هو عبارة عن حبل تخيولي انت في آخر الحبل ده انت بيقلك تكة وخلاص صبرك هينفد فده تقولها مثلا لما تكون بتتكلم مع واحد وخلاص انت بقيلك كلامه مدايقك جدا فبتقول له I'm about to be at the end of my rope يعني أنا خلاص هجيب آخري معاك فده لما تكون متدايق وعايز تنهي الحوار فتقول له I'm about the end of my rope الإيديم الثالث To blow smoke To blow smoke عندنا برضو مصطلح مصري شبيه لأن انت بتقول أي كلام اللي بتلعنبقك ده أي كلام To blow smoke اللي هو اللعب معنا الحرفي اللي هو ان انت بتطلع دخان يعني كأن شفت اللي هو بيشرب سجار وبيطلع دخان من بقه دخان بيطلع وبيختفي فكأنك بتقول أي كلام كلامك ده شبيه بالدخان اللي هو بيطلع وبيختفي أو ما فيش أي حج أو دليل على الكلام ده يعني مثلا هنقول مثال اللي عندنا واحد صاحبنا اسمه علي علي ده هزيل جدا وضعيف جدا فيجي واحد صاحبك يقول لك ان أنا شفت علي إمبارح بيضرب خمسة في نفس الوقت علي الضعيف ده شيء مش منطقي إن عالي يضرب خمسة يعني شيء مش منطقي إن عالي يضرب واحد فما بالك بخمسة في نفس الوقت فالرجل ينفع لك يعني أنا بقولش أي كلام أنا شفتها بعيني فتو بلو سموك إن انت بتقول أي حاجة بدون دليل أو أي حاجة مش منطقية بلو سموك أو بتقول أي كلام ده الإيديام نمبر ثري إيديام نمبر فور اير هيد اير هيد اير هيد ببساطة بتساوي ستوبيد ستوبيد لكنها أخف وطأة شوية من ستوبيد يعني ستوبيد أجريسيف حبة يعني وممكن تدايق اللي قدامك اير هيد هي برضو حاجة شابه إنك بتقول حد إنه ستوبيد بس أكله أقل وطأة شوية عليه أو إنه ممكن يتقبلها أحسن من ستوبيد ستوبيد أفنسف شوية اير هيد خفيفة عنها شوية فلما مثلا واحد يقول لك I think Trump will be a great president I think Trump will be a great president فتقول له Don't be an air head يعني don't be stupid You're just blowing smoke Did you get it? يعني you can use even two idioms in the same sentence Don't be an air head You're just blowing smoke Don't be stupid You're saying something without any evidence أوكي فدول الـ idioms وفن إن أنت تستخدم الـ idioms في الـ conversations بتاعتك وبتبين قد إيه أنت متمكن من اللغة فده كان idiom number four تشبه في اللغة العربية دماغك فضية أو دماغك مليانة هوى أو دماغك مهوية في العمية المصرية يعني فـ air head بتساوي stupid آخر اديام معانا اديام number five I watched pot never boils I watched pot never boils معناها أن الإناء يعني المعنى الحرفي لأن أنت لو حاطت إناء على النار ومستني إن هو يغلي هتحس إن الوقت بيمر عليك ببطئ جدا وإن أنت هتقعد الضهر كله والماء دي مش هتغلي تشبه برضو بمثال عمل إن انت لو في محاضرة أو في حصة ما انتش حبيبها أو ما انتش طيقها فكل شيء بالتانيك تبص للساعة وكأن الوقت ما بيمرش طول لوحد صاحبك مثلا It's like time is not passing يعني أنا حاس إن الوقت ما بيعديش فيقول لك I watched pot never boils stop looking at your watch I watched pot never boils يعني يقول لك بطل تبص في الساعة لأن طول ما انت بتبص للساعة كده هتحس إن الوقت ما بيعديش أو ما بيمرش I watched pot never boils يستخدمونها كتير قوي في الأفلام الأجنبي على فكرة لما يكون حد منتظر حاجة وقلقان عليها وحاسس إن الوقت بيعدي ببطئ جدا مثال برضو قريب الناس اللي هم بيشجعوا الكرة لما يكون فريقك هو الغالب وانت عايز الوقت يعد بسرعة فأخر خمس دقايق مثلا دول تحس إن هم خمسين دقيقة ليه؟ لأن كل شوية ببص للوقت وعايز الوقت يعد بسرعة I watched pot never boils دول 5 idioms بتوع النهاردة ما حبيتش إنها عمل 2 idioms حبيت إن هم يكونوا خفاف كده بحيس إن انت ما تنساهمش وإن إحنا برضو يكون عندنا إمكانان إن نحمل فيديوهات تاني خاصة بال idioms يعني لمهمش كلهم في كذا فيديو وننتهي منهم لأ نحب إن إحنا إيه؟ نعمل لهم سلسلة مثلا أو نضمهم في بلاي لست إن شاء الله مستقبلا وصلنا لفاقرة الكوات الكوات بتوع النهاردة لواحد اسمه إيسوب إيسوب والراجل ده غريب جدا يعني الراجل ده يقال إن هو فاليسوب يوناني وبناس من اللي هم بيحكوا الأساطير والخرافات والحكايات الشعبية زي مثلا قصة أبو زيدي الهلالي عندنا هنا في مصر كده فالراجل ده كان من الناس اللي بتألف الحاجات دي وبتقولها وفي رأي مختلف تعمل لك إن مفيش حد كان اسمه إيسوب أصلا وإن اليونانيين لقوا إن هم عندهم إرث أدب كبير جدا مش منسوب لحد فاخترعوا الشخصية الخالية دي وأن نسابوها ليه الراجل ده بيقول سواء كان هو موجود أو مش موجود أو حقيقي أو مش حقيقي بيقول لك يعني متحدين نقف متفرقين نسقط تكاد تكون إن دي حاجة بديهية أو حقيقة بديهية إلا إن إحنا مش مدركين الحاجة دي سواء كنا شعوب أو حكومات أو بلاد الاتحاد الأوروبي أدرك حاجة زي ريات بدري شوية وفعلا خط خطوة وعمل الاتحاد الأوروبي اللي هو من أقوى الاقتصاديات في العالم أو من الحاجات اللي بتتحكم في مصير العالم اللي هو الاتحاد الأوروبي Anyway هنتكلم عن skill بتاعنا دلوقتي اللي هو ال idioms إنت ممكن برضو ال idioms دول لو جمعتهم مع بعض وربطتهم مع بعض هيبقى سهل جدا إنك تستذكرهم وصعب جدا إنك تنساهم ليه مربوطين ببعض فمفيش حاجة هتسقط منك خالص فممكن تجيب ال idioms دول وتحطوهم في إطار قصة قصيرة كده أو سيناريو صغير كده بحيث إن انت تستخدمهم يعني مثلا هنقول سيناريو قصوير جدا إن انت واقف مع واحد صاحبك بيقول لك I saw Ali yesterday and he was beating five guys أنا شوف تعالي مبارح وكان بيدرب خمسة فهتقول له don't be an airhead يعني don't be stupid يعني إزاي يعني علي يضرب خمسة I'm not blowing smoke I have seen him with my own eyes يعني أنا مش بقول أي كلام أنا شوفته بعنايا المهم يقعد برضو يحول كنعك فانت تقول له I'm not the end of my rope يعني أنا جبت أخري معك وتسيبه وتمشي فتروح تحضر حصة أو محاضرة تلاقي واحد صاحبك كل شوي يبص للساعة ومتضايق جدا فيقول لك it's like time is not passing فتقول له stop looking at your watch you know I watched pot never boils يعني بتقول له أنت بطل تبص للساعة والوقت هيعد بسرعة لأنك طول ما أنت بيبص للساعة هتحس إن الوقت ما بيعديش لي I watched pot never boils أنا بيبص من الشباك كده لقيت واحد راكب عربية فارهة صاحبكو برضو يعني يقول لك look at that guy فأنت تقول له yeah he was born with a silver spoon in his mouth فسيناريو ممكن أنت تألفه ممكن تألف حاجة أحسن من كده أو حاجة مرتبطة بيك في المحيط بتاعك أو في البيئة بتاعتك بحيث أن أنت تستخدم الحاجات دي فالحاجات ديت أنت دلوقت ضمتهم في حبكة أو في قصة قصيرة فهم دلوقت بقوا united united we stand divided we fall ده كان درس النهاردة أتمنى أنه ما يكونش رخم ويكون استفادت منه فلو عجب ستعمل like subscribe share وما تنساش تحل الكواز لتحت الفيديو كالعادة كلما تفرج على الفيديو شوفوا الكواز لتحت الفيديو على طول هتنخلاله هتتمرن هتختبر مدى فهمك لأي أن كان الدرس اللي احنا مشرحوا فيه ستحل الكواز لتحت الفيديو حاجة مهمة جدا تعليقاتكم على الفيديو بتاع عدير على اليوتيوب خرفية يعني thank you guys really appreciate that يعتبر أكبر فيديو خال تعليقات والتعليقات كلها بتهني والحمد الله I really can't thank you enough خاصة أمي ومي انبسطت جدا من التعليقات ديت أنا بعتذر أن أنا ما بقدرش رد على التعليقات دي لأنها كتيرة جدا فأتمنى أنكم تعذروني يعني في حاجة زرية ومن أجمل التعليقات اللي جالي من أم مصطفى أم سيف مصطفى يعني كتبت رسالة جميلة جدا وانا وصلت سلامة للشت الوالدة سلام معناها دبانة رخمة آه موتها نايس لا ما ماتتش دبانة الشتة رخم ورزل وطنح ما ماتتش برضو بس هي مصابة ماتت خلق ماتتش ماتتش شكرا